محامي المدير العام السابق سيد محمد مزيان بالأمس يعني في قناة وطنية وهي قناة النهار سيد المحامي عمار الحسن نظن شتي الحصة سيدتي الفاضلة تكلم كلام كثير يعني وانتي ممن يتهموا سيد شاكي بخليل وكذا قال لك ما كان لها شاكي بخليل ما كان لها كذا ما كان لها كذا كل شيء رأوا تقريبا بين قوسين خليني نقولها بالعامية ريح في الريح انه السيد الوزير شرفي كان عند الباطرون تعد ديارة سوى ما سماش يتكلم على مدينة الفارق توفيق وانه قال له سيد الرئيس أعطى تعليمات وكذا والسيد كذا وعيط له وعيط له السيد غمانين نائب العام ومشات الأمور يعني سيدتي الفاضلة انتم تتهمون في السيد شاكي بخليل باطل بناء على وش قريته في الصحافة كذا قال في الصحافة الإيطالية والصحافة أمريكية أولا كل محامي وعنده الدليل هو قال لك انه السيد دار حادث مرور وانه شرطي هذا شرطي ما هو محامي شرطي تع المرور كان موجود التم قال لك عندي في عين المكان عنده الأدلة دونك هذا في الاستخبارات ولا في وين الاستخبارات تع أي بلاد لا هو قال بالعكس هو أتهم سمحني سمحني عديد من العقادة قالوا قاعدين تع المخابرات قاعدين هما اللي قاعدين في البروات السلام عليكم سمحني أولا كل محامي كل محامي يقدر يدفع على مجرم هذه هي المهمة المهنة تع المحامات محامي يكلف بالدفاع عن واحد يكون مجرم يدفع عليه ويحاول ينقضوه هذه محروفة هذه مش حاجة جديدة هذا ما يعني لا أندهش من هذا لكن قد يكون بارئ المتعم نخليك نخليك خليني نكمل من فضلك ما تقطعليش تسلسل أفكار من فضلك لكن قد يكون بارئ لا من فضلك تفضلك دونك أنا هاتش عادي محامي يجي يحب يبرق الموكلو خاصة إذا كان خلصوه بزاف وبالعملة صعبة تسل نوع مال ولكن شاكي بخليل شاكي بخليل ولا هاتك مزيان مزيان اعترف قال مانيش أنا أعطوني أوامر وأنا مشي غير أناية وماشي كده دونك كيفاش هو يجيه الدعي يقول كين أسامي وانا راح نفضح وانا نقوله يا سيد مزيان قول الحقيقة قول الحقيقة كل الحقيقة كل حقيقة شكون هما ليعطوك الأوامر شكون لي كده شكون كل باش افكتيف ما باش يعني نكافحوا حقيقة الفساد ونعرفوا الجذور نتاعوا منين دكو وحنا نحميوه ندافعوا عليه باش تقول الحقيقة هذا مزيان هذا مزيان المدير العام سابق تعصونا تراي شاكي بخليل خاين أولا هذا خاين بلادهم جابنا قانون أمريكي تتكلم عن الرجل السياسي يعني هو شا رجل اختال السوداء هو قلق النبري الخبير الدولي اللي جابنا قانون اللي هو كان رح يقضي بيها على البلاد هو خائن درك القضاء الإيطالي يكذب في حقه والقضاء الكندي يكذب في حقه والقضاء المصري والقضاء السويسري البنك السويسري والقضاء الفرنسي هذو خمسة ورسة بلدان وكل وإن فيها اتهامات ما زال مصدرش الحكم أكيد ولكن فيها تحريات وهو اسمه مرتبط بقضايا تعالفسات تعال الرشوة تعالى تهريب الأموال إلى أخير مازال فهنا أعلى ما تتفتحش القضية أعلى ما تتفتحش هنا لماذا تم غلقها أنا شخصيا لم تقنعني هذيك المبررات والحجج تعقال مفروض كان يبدأوا من الهيئة الفلانية لأنه كان وزير طيب دركة هذه المحامي هنا في عهد الرداء وفي عهد الانحرافات وفي عهد تضمير الدولة الجزائرية قبل ما يتكلم هذا المحامي يوجه اتهامات يوجه اتهامات للمسؤول الأول تعلي استخبارات كانت أصوات واحدة أخرى سمعناها أو بالأحرى صوت واحد مسؤول دافع الفريق تفق سيد الوزع دافع على وحدة الدولة الجزائرية على عمودها الفقري ندافع على استمرارية الدولة الجزائرية لأنها في خطر أكثر من أي وقت مضى لأنه شكول الأمريكي اللي يتجرأ أنه يتهجم على الاستخبارات الأمريكية السيئية شكول اللي يتجرأ في بريطانيا ويتهجم على الاستخبارات شكول اللي يتجرأ في فرنسا ويتهجم على دي جي سو جميع ما تقدرش تتهجم عليهم هادو ما ما كانش كي نريده ستار واحد ما يتكلم عليهم واحد ما ما لازم يطلع على العمل تهم أنا قريت منذ أيام قليلة أمنستي انتغناشونال اتجرأت عمرها ما كتبت على كل استخبارات في الدولة تكتب على الاستخبارات الجزائرية وتقول رم اعتقلي الناس رم يعذبوا فيه انت حملتي هذا الامر لسي سعداني بعد الحوار الأخير شاهير قلت انه هاد أمنستي عندهم نفس الكفاح لو ما مكون هذا جملة سياسية هاد هم سياس هو عبداته اللي يتهجم من الأول هو اللي يتهجم منذ سنوات وهو لذا يتهجم هو قال عليك نتيح زي وقال عليك تروسكيا وقال عليك كل شي ما خلت نيش نكمل أولا هذه مؤسسات على الدولة هيئة نظامية المفروض رئيس الجمهورية يتحرك وياخد الإجراءات اللازمة لأنه هاد مساس بهيئة نظامية وهاد ممنوع قانونا هاد المحامي المفروض انه يروح يديوه للعدالة والأمين العام فلن نفس الشي لأنه يعني يتهجم على هيئة نظامية داخل الجيش الجيش لماذا ما قلت هاد الكلام في وقته لما دارت صريح الشاهير سعيداني انت ما كنتش هنا أنا درت صريح واجتمني من بعد سعيداني اجتمني أنا درت صريح وناديت رئيس الجمهورية وهو تاني يوم طلب يشوفني رئيس الجمهورية قلت له لازم تتدخل تاني يوم حاب يشوف بعدما درت التصريح قلت له لازم تتدخل لأنه الدولة في خطر واش قال لك سيد الرئيس سيد الوزادي معلمة مهمة يعرف وشي خمم الشارع وش حول هاد القضية قتلوا الشارع يعني غضبان المواطنين الخضبين من مهاجبات هيئة نظامية لأنه هاد الهيئة منشوفهمش منعرفوهمش هادو رجال ضل ومعروفين انهم لعبوا دور في مكافحة الإرهاب الى آخره دونك أنا توجهت ليه وتوجهتوسي للفريق جاي صالح قال الهيئة اللي قاعد يتم التهجم عليها ورئيس الجمهورية ولا تتذكر خدا موقف دا الرسالة شهيرة دا الرسالة شهيرة دونك عطيت له كل المعطيات اللي كانت بحوشتي وش يخم المواطنين وش يقول لك وش قال لك سيدا لويزا لا لا هذا ما هوش في موضوع النقاش طرح لي سؤال وانا جاوبته باش نقول لك اني وجهت نداء لأسبوع الماضي ايضا بش حال دام الاجتماع تعالكم فقط حابنا نتناقشوا فيها دونك هذي ما هيش موضوع النقاش نتعنا دونك لا معلش اعتبر انه هذي انحراف خطير انحراف خطير انه هكذا يتم التهجم على هيئة نظامية وما يتحركش القضاء القضاء اللي قاعد يحاكم في بطالين في لغوات وفي مدن اخرى قال لو الوزير السابق سي محمد شرفي بالمناسبة ما كان عنده الفريق هذاك الوزير كان محترم ومازال محترم جدا وتحمل مسؤوليته إنسان شري إنسان شري ندافع عليه يقول لك انتي معاكلون ضد كلون وانعتبر انه ايقالته يقول لك انتي معاكلون ضد كلون ايقلي اللي يسمع فينا واش من كلم يقول لك فريق ذد فريق الان مثلا سلعة سعيداني وجمعة سعيداني صحوالهم part of our family قلنا مجمعها سعيداني قل لك انت تعرفوا خير مني تعرفي خير عليها أنا أتكلم على أولي غارشية اللي عندها امتدادات داخل السلطة داخل الحكومة ومؤسسات الدولة لما أقول سعيداني هجموك هجمك بشدة سعيد يا أخي هو كشمخلة واحد قال عليك تروسكية وانتي حزيب وما عندك التعاهد مع الرئيس وتهجم على سلال وتهجم على الفريق القائد تعد دياراس وتهجم شوف توسكي بوج ما خلى واحد وما طلقش عليه النار وانا يتهجم عليها بسكوا ما عندوش الحجة والبرهان السياسي أنا ما عندي حتى مشكل مع الحزب وقلتها وانا بالمناسبة نحيي ونشكر المناضلات والمناضلين الإطارات النواب اللي تصلوا بكثرة القيادين تصلوا باش يعبروا عن تضامنهم معايا ومع الحزب وتبراوا منه تبراوا من التصريحات نتاعوا أنا في كل الأحوال الجواب تاعي كان في الجانب السياسي جوابته سياسين أنا واحد ما فرضني من خارج الحزب على المناضلين تاع حزبي هذه واحدة هذه كانت واحدة ثاني هذه واحدة أنا يريت حزب العمال كان حزب توسكي وانا يشرفني اني لما كنت في السرية كنت ناضل في منظمة كانت تنتسب للفكر الثوري لأنه التروسكية هو تيار ثوري داخل الحركة العمالية العالمية عندك مشكل انه يقولوا الوزاع انه تروسكية ما عندكش إشكال حزب العمال ما هوش توسكي هو حزب عمالي فيه حساسيات مختلفة خلينا من الحزب تحذثوا على السيدة الوزاعين لا ما تكلمش علينا يا نياكا شخص تتكلم على الحزب وتتكلم على الأمينة العامة هو قال عليك ما قالش على الحزب لا 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 هو تهجم على الحزب قالك حزب صغير وحزب كده حزيب حزيب ولكن لو كان جاء حزيب ما يكونش هو الحزب اللي تحصل على انتصارات اللي هو ما يحلمش بيها انتصارات بالعشرات وبالمئات وأنه إحنا لنضالات فروض على حزب فروض هو شوف هو تم تعينه من الخارج وهذا أمر يخص المناضلين تعلى فلان تم تعينه من خارج الحزب خارج الحزب من خارج الحزب أنا المناضلين هم اللي اختاروني هم اللي اعطاوني التفويل ترمحتي قلتينه لأمينة العامة ما نهبش المال العام وما نهبش العقاب أنا قلت لم توجه لي لم توجه لي توجه لي أي جهة أي اتهام يعني إن كان صعب أو كان غير مؤسس لابنهب المال العام أنا شوف يا أخي لحد الآن صحيح أنا توجالش اتعام أنا نقول لك بكلمة أنا ما سرقتش مطارح وفري جدارات يعني سيد سعيداني لا يخلف في الخارج أنا قلت لك أنا ما سرقت لا ما تفوتينيشت صريحة ذا تقولي لي قتلك أنا نقولك أنا ما سرقت حتى شي أنا نجاوبك على نفسي أنا عارف لكن لماذا لم تطارح الفريجي دارات هكذا أنا نقولك ما سرقت حتى شي بما فيها ما سرقت لم تطارح ولا فريجي دارات عمرها ما توجهت لي تهمة برا ما سرقتهاش سنتيم ما سرقتوش لأنه أصلا أنا ضد الفساد وأنا ما نيش في زمرة وأنا راني في حزب يناضل ضد الفساد ويسعى من أجل الديمقراطية باش القضاء يتحرك في عمليات الفساد وباش يتحاكم في الجزائر وين نهب وين قريب دمرنا بلادنا وش كل يسرق مطارح وفريجي دارات الحمد أنا عطيت لك حاجة كلمة عطيت لك حاجة قلت لك أنا ما سرقت حتى شي لا برا لا مطارح لا فريجي دارات والحديث قياس ايه والحديث قياس لماذا جايبتها وراء سيد علي حداد سيد الويزاح النون يقول القائل من أنصاره وربما هذا طرح أنه سيد يشتغل لرجل أعمال مقاول يخدم في طبرة ويخدم في كده من حقه أنه عنده طموح قولك سيد الويزاح النون في السياسة طمحت أنه حتت ولي رئيس الجمهورية لماذا الرجل أنت تحب يعني تفرينيه في مليار ولا زوج من حقه حتت يدير مليار دولار ولا زوج مليار دولار مئة مليار دولار لماذا أولا هي فرصة مرة أخرى نزيد نوضح بس كوكين اللي حاولوا يغلطوا احنا ما عندنا حتى مشكل وانا ما عندنا حتى مشكل مع القطع الخاص وده يغلل أغلبية على القطع الخاص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رأم مخنوقين رأم مخنوقين ونحن ما عندنا مشكل مع لافسه فيه شركات خاصة وفيه حتى 20 شركة عمومية على الأقل ما عندنا مشكل مع القطع الخاص المنتج للثروة مشي الطوفيلي اللي هو الطوفيلي احنا ضده اللي ينهب للمال العام تعلي استيراد استيراد ولا لي بدي صفقات بالتراضي نحن عندنا مشكل مع انحراف سياسي صراح انحراف سياسي هذا السيد يا اخي قداش هو درك يدي في صفقات بالطراضي والناس كل على بالها وحنا على بالنا ومرنا ما تكلمنا معه ولا تكلمنا عليه ولا اذكرناه ولا شي قلت يعيني وزارة فاستدين يأمرهم يؤتمرون وكان اخرين وكان اخرين اللي كيف وما تكلمناش عليهم ولكن احنا كتكون عندنا ملفات اللي تبين باللكين نهب المال العام ونهب الممتلكات ونهب العقار من سكوتش لعليه لوحدة أخر عندنا جمعنا ملفات وللأسف طرحيه من الصحافة والوسائل نطرحها على المشهومين أنا نعرفه شندير من فضلك أنا نعرفه شندير أنا نعرفه طريقة أنا نتكلم بصيفة الغاية فقط أنا نعرفه شندير أنا نقوله سياسيا من فضلك مش في أنت اللي توجهني كيفاش ندير العفو 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 فهذا السيد قلت لك أنه مكون ثروة من لاش شي ما تكلمنش عليه من لاش شي صفقات بالطراضي غير قانونية وحتى سيد سلال منذ ثلاثة أشهر قال نوقفوها حبسو لأنه خلقت احتكارات خاصة خطيرة وهذا خلقت الآن والات أوليغارشيا من داخل الحكومة وزرائي منذ صفقات بالطراضي يرحم موالدك واحد في الأشغال العمومية ويجدخلوا بمكافحة السرطان حتى يصبح عنده الاحتكار طيبا شيدرنا إيزين المونتاج وصع استثماراته ويقول القائل وصع استثماراته ولكن صفقة حصرية إكسكليزيف هذا غير قانوني شكونا من الوزراء أنا بقريش الوقت لا سمحني لا سمحني نكمل لجملة لا سمحني قلت أنا هذا الشخص عندما هو سبح يستدعي وزراء ويروح للوزراء ويمد التوجه اللي لازم ينشوف فيه ولما يروح عند الرئيس البرلمان ويقول له لازم النواب ويفوطيه على القطاع الخاص ويقول المستقبل غير كذا ولازم تفتحه كل القطاعات قاعد يتصرف كأنه رئيس الجمهورية هنا الخطر وكأنه هو رئيس الجمهورية واحد من الوزراء يتصرف كأنه هو الوزير لول ماشي عبد المالك سلال يعني هناك إنحراف تكونت أولي غارشيا كما في روسيا كما في أوكرانيا هذو رجال المال الجدد اللي ما يشبعوش واللي حبوا يستوليو على كل سلطة يستوليو على مصدر القرار مستوليو على مصادر القرار مستوليو ووزراء يمشيو معاه وإذا كان وزير يمشي مع رجل الأعمال يدي صفقات بالضرورة هذاك الوزير يدي الحصة تعوه هذا المنطق يقول كبير هذا في حكومة عبد المالك سلال أكيد بس كنا منصورش واحد يمد صفقات خطير سيدا لويزة خطير ولا مش خطير هذا واقع معروف يعني وزراء في حكومة اللي يدي الحصة تعامل أحدات لو كان يجينا في بلاد تكون تحريات أنت على الصح على الجميع ويبدأوا بيها أنا الأحب على الجميع حول الثروة نتع كل واحد تاع الوزراء ونطبقوا قاعدة من أين لك هذا كيفاش واحد يرقد وينود يسمح ملياردير شفنا مع خليفة واشترا ومن استخلص العبرة أنا ما عنديش مشكلة مع هذا الشخص عندي مشكلة مع الانحراف السياسي ورئيس الجمهورية اللي بأشمه قاعد يصير هذا الانحراف لازم يضع له حد لازم يدخل له لماذا ما قابلتش الرئيس؟ أنا ندخل ميلة في لماذا ما قابلتش الرئيس؟ طبطي ما قابلت الرئيس تشرحي له كل هذا الأمور ما قابلتش في الوقت الحاضر لأنه عنده زيارات كثيرة رئيس الجمهورية نعم نعم عنده زيارات كثيرة من تاع الأجل ممكن تقابليه عنده وفود لو كان تكون الفرصة مناسبة أكيد لأنه رئيس الجمهورية طلبت لقاءه قلت لك إذا كانت الفرصة مناسبة أكيد نطلق به باش نشرح له أنا نظن باللي كل شيء تقال وأنت كنت يعني طرقت قبيلة للحوار اللي أجريته مع يومية الجزائرية مع يومية الوطن وأنا كنت بالذلك في قنوات خاصة في قنوات خاصة كنت قلت نفس الشيوة بإشهاب أكثر لأنه عندما يكون مكتوب بيسيق الصفحات دي جاءت ثلاث صفحات بزاف ولكن سبق لي وإني في قناة خاصة قريب ساعتين عرضوني قريب ساعتين واترقت لكل هذه المواضيع ولن أسكت لأنه فيه أكبر خطر على البلاد هو هذه الأوليغارشية هذه الانحراف وإنه كان امتداد انتحها في داخل السلطة الجزائرية على مختلف المستويات اليوم كوصل ضيغة تمام مباشرة للحكومة دقينا ناقوس في وضع سيدة الوزاح أنه أبو جرى سلطاني قال بأنه سلة الوليدة في فمه ملعقة من ذهب وأنه شخصية محظوظة أنت وش رأيك والله هذي هذي نظرة سياسية عبد المالك سلال اللي بدأ شاف دايغة رئيس دايغة بعتلع والي وقعد والي عديد من السنوات ومبعتلع وزير ومبعت باش صبح الوزير الأول وهو أنيناخ من المدرسة العليا للإدارة واللي كيفوا كل بزاث منهم اللي يتقلدوا هكذا مناصب أنا والله هنحكم على سلال من خلال القرارات اللي يأخذها ما نحكمش عليه من خلال تعليقات يعني من هذي طراز لأنه هذي مش سياسي هذي مش تعليق سياسي ممكن تشوف فيه يقدر يكون فوق وزير أول يتولى منصب فضل هذا ما نقدرش نقول لك أنا هذي شي ما سمعتوش ما على باليش به ما على باليش به هذي شي يخصه يخص طموحاته إلا عنده طموحات هل تشوف فيه دور الشقيق الرئيس ومستشار والخاص سعيد بوتفليق هو مستشار والخاص وبحكم الواقع بحكم الواقع اليوم لأنه رئيس الجمهورية من جمش يخرج ماشي كما زمان إلى آخره الدور انتاعه كبر ما عادش كما زمان يعني صبح النوع من الوسيط يوصله الرسائل يوصل للمعطية يدخل ربما في ملفات هذا شي عادي لأنه المستشار وبالتالي بحكم الواقع بحكم الواقع يعني هو من بين المسؤولين اللي التاريخ رح يحاكمهم إذا كان ملعبوش دور انتاعهم كما يلزم في الحفاظ على كيان الأمة في الحفاظ على الدولة عنده مسؤول وانا نقول باللي لازم تحمل المسؤوليته كاملة بحكم المنصب تاعه مش هي كمستشار خاص تشاغر نا مستشار خاص في ضرف معين أنه رئيس الجمهورية ضرفه الصحية ما تسمحلوش أنه يتحرك كما كان يتحرك وبالتالي هو هو الوسيط المستشار انتاعه هو الوسيط وبالتالي هو يعرف شرفاير في البلاد يعرف الانحرافات يعرف وش اللي غارش يقعد الدير وباسم مين قعد الدير وبالتالي هو يقدر يوضح له صورة إذا ما عندوش كل المعطيات يوفرهم له ولازم يوفرهم له لازم يوفرهم باش نديروا التراع